فرصة نتعرف عليها مع حضراتكم من خلال زمالتنا العزيزة ماري مسميح هي موجودة حاليا في فرع النادي الأهلي بالجزيرة عشان تطلعنا على كل المستجدات يا صباح الفل عليك يا ماري متفضل صبح عليك يا كريم طبعا ما صبح عليك يا نهوند وصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد وجولة جديدة من داخل مقار النادي الأهلي بالجزيرة هيكون معانا فيها طبعا كل الأخبار والأمور المتعلقة بالنادي الأهلي سواء الفريق الأول لكرة القدم أو طبعا الفرق الرياضية المختلفة الأخرى طبعا بدايتنا مع الفريق الأول لكرة القدم اللي بيستقنف تدريباته النهاردة طبعا على ملعب مختار التشميناتي الأهلي بالجزيرة طبعا الميران أو التجمع هيكون في تمام الساعة الثالثة عصرا والمران هيبدأ الساعة الرابعة عصرا إن شاء الله وده استعدادا طبعا لملاقات غزل المحلة في الجولة السادسة من عمر بطولت الدوري الممتاز طبعا أكيد بكرة المباراة هتكون على استاد المحلة وهتكون فيه تمام الساعة الخمسة مثلا الحقيقة إن الميران أمس يعني كان فيه عدد كبير جدا من التفاصيل يعني التفاصيل الفنية والبدنية الحقيقة إن يعني مستر مارسال كولر كان يعني مزود الجهد البدني على اللعبة ده طبعا استعدادا لملاقات فريق غزل المحلة غدا الأربعاء الحقيقة يعني إن كان فيه أيضا يعني ميشيل يانكن مدرب حراس المرمى كان ليهم أيضا جزء خاص في الميران والتدريبات البدنية وطبعا يعني كان فيه فقرة بدنية قوية في الميران أمس والنهاردة الحقيقة إن هيكون فيه ميران أيضا مليء بعدد كبير من التفاصيل طبعا إن شاء الله هنتابعه خلال الفترة والساعات القليلة المقبلة إن شاء الله بنتمنى التوفيق طبعا للنادي الأهلي في مباراة الغد طبعا يعني يمكن أحدث الإصابات هو طاهر محمد طاهر واللي أعلن عن إصابته الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس طبعا الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم الحقيقة إن هي إصابة يعني ليست إصابة كبيرة ولكن هو يعني بيعاني من جزع فيه الرباط الداخلي للرجبة وإن هو كمان خاضع العدد طبعا من الفحصات والأشع وإن شاء الله هيكون جاهز خلال الفترة المقبلة لعودة مرة أخرى في التمرينات الجامعية طبعا يعني عايزين نقول إن النادي الأهلي متصدر جدول الدوري ده طبعا بالعلامة الكاملة طبعا برصيد 12 نقطة بعد ما حقق الفوز خلال كل المباراة الماضية طبعا بعد الفوز على الإسماعيلي وأسوان والدخلية وأيضا طلاق الجيش ننتقل بقى لفريق الناشئين طبعا 2006 طبعا الأهلي 2006 لكرة القدم الحقيقة إن هم مبارح يعني حققوا فوز مهم جدا على نادي الزمالك طبعا يعني كان المباراة أو المطش كان بيقام على ملعب الأهلي بين مدينة نصر حقيقة إن احنا كلنا تبعنا وكان فيه يعني يمكن هدف فوز طبعا النادي الأهلي فاز على نادي الزمالك بنتيجة 2-1 والحقيقة إن الفوز المبكر أو الهدف المبكر على نادي الزمالك هو الحقيقة اللي حسم نتيجة مباراة 2006 الحقيقة إن هم مقدموا يعني أداء مميز جدا خلال فترة المباراة والحقيقة كمان إن كان فيه حضور طبعا هام جدا زي ما احنا تبعنا مبارح لطبعا أكيد مستر مرسل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وطبعا كان موجود ميشيل ينكن طبعا مدرب الحراس وأيضا طبعا كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأيضا كان حاضر كابتن وليد سليمان نائب مدير قطاع الناشئين ده طبعا علشان زي ما احنا يعني عرفنا إن مرسل كولر مهتم جدا بمتابعة الناشئين خلال الفترات الماضية ده طبعا علشان يعني يمكن يكون فيه تصعيد لعدد من الناشئين للفريق الأول خلال الفترة المقبلة بعد ما شفناهم بيشاركوا أيضا في المران خلال الفترة الماضية طبعا يعني بعد الفوز على نادي الزي مالك ناشئين 2006 بيكونوا كده في قمة بطولة الجمهورية أكيد طبعا برصيد 11 نقطة بعد الفوز ب3 مباريات والتعادل في مباراتين فقط وطبعا زي ما احنا عارفين إن مبارح المباراة كانت في الجولة الخامسة من عمر بطولة الجمهورية ننتقل بقى طبعا لفتيات الذهب الحقيقة اللي احنا تبعنا احتفلاتهم مبارح والحقيقة أنهم رفعوا راسنا سيدات طائرة الأهلي لحققوا فوز مهم جدا على نادي الزي مالك ببطولة الدوري وعلى الرغم من هو الدور التمهيدي ولكن كان فوز مهم جدا طبعا يا كريم ويا نهواند لأن الحقيقة أنها كانت مباراة نفسية بحتة الحقيقة أنه على الرغم من أنها ليست مباراة بطولة أو ليست مباراة كاس ولكن الحقيقة أنها كانت مباراة نفسية وكان مهم جدا الفوز على نادي الزي مالك وطبعا زي ما احنا شفنا بقيادة كابتن حمدي الصافي اللي قدر أنه هو يعني الحقيقة يصنع أو ينشئ فريق متكامل لسيدات طائرة الأهلي لأنهم قدروا أنهم يحققوا مبارح الفوز على نادي الزي مالك ب3 أشواط مقابل شوت وعلى الرغم من تقدم نادي الزي مالك في الشوت الأول الحقيقة أن فتيات الذهب طبعا قدروا أنهم يعملوا كامباك تاريخي للمباراة وقدروا أنهم يكسبوا الثلاث أشواط والنتائج طبعا كانت 25-19 26-24 25-22 و 25-21 والحقيقة أن هناك مباراة عودة إن شاء الله في الدور التمهيد أمام الزي مالك ده طبعا على أرض نادي الزي مالك ولكن الحقيقة أننا نتمنى أيضا فتيات ذهب يعني يكتسحوا نادي الزي مالك في عقر درهم طبعا الأهلي أو فتيات الذهب فتيات طائرة الأهلي أو سيدات طائرة الأهلي هيواجهوا نادي ظهور يوم الجمعة المقبل وطبعا زي ما احنا عارفين أن اللقاء مبارح كان اللقاء المؤجل من الأسبوع التاني طبعا كده فتيات الذهب تربعوا على صدارة ترتيب المجموعة الأولى المنفردين طبعا بعد اختام الدور الأول برصيد 22 نقطة طبعا بعد الفوز في كل الجوالات أو في سبع جوالات طبعا محققين العلامة الكاملة أيضا نشاءات طائرة الأهلي 14 سنة حققوا الفوز أو فوز مهم جدا على نادي الزمالك أيضا ضمن منافسات بطولة الدوري طبعا فازوا بنتيجة 3 أشواط مقابل شوت أخيرا بقى يعني ننتقل لشباب سلة الأهلي اللي قدروا أن هم يحققوا فوز مهم طبعا أو فوزهم الأول على فريق الشمس طبعا يعني ده شباب سلة الأهلي 20 سنة حققوا فوز مهم جدا على نادي الشمس وهو الفوز الأول ليهم بنتيجة 64-53 ضمن إطار الدور النهائي من بطولة منطقة القاهرة لكرة السلة وطبعا على مستوى رجال كرة السلة الحقيقة أن هم لسه بيستأنفوا تدريباتهم استعدادا للمرحلة المقبلة طبعا اللي يعني بينتظرهم فيها عدد كبير جدا من المواجهات والبطولات الكبيرة طبعا دي كانت كل الأخبار الموجودة معانا النهاردة المتعلقة بالفريق الأول لكرة القدم وأيضا طبعا الحقيقة أنه كان يوم أهلاوي خالص مبارح بن بارك طبعا وبضم صوتي لصوتكم وبن بارك طبعا لفتيات ذهب وأيضا ناشئين 2006 اللي قدروا أن هم يكتسحوا نادي الزمالك مبارح سواء على مستوى كرة القدم أو على مستوى الكرة الطيرة من شكورك يا ماري معا التغطية المتميزة دي جزيلا شكر وإن شاء الله نشوفك على خير في الحلقات اللي جاية بإذن الله شكرا لك ترجمة نانسي قنقر